لان احنا النهاردة عندنا رد كبير اوي على البعض البعض اللي هاجم برنامجنا سواء بشكل واضح او عن طريق التلميح والتلقيح تمام والناس اللي قللت من خبر احنا قلناه والناس اللي استهانت بمعلومة احنا قلناها واحنا بنقوم دايما بدورنا الاعلامي المهني البحث وحضراتكم اكيد على مدار ست شهور فاته من ساعة ما تشرفت بتقديم برنامج من خلال هذه القناة العريقة قناة النهار بمسئوليين بيتمتعوا بالمهنية العالية جدا والاحترافية اللا متناهية تمام واحنا بنتكلم بمنتهى الدقة واحنا اللي ما بنيجي نقول معلومة ما بنقولش حاجة اللي ما نكون متأكدين منها مية في المية زي ما انا متأكد ان انا قاعد قدام كاميرا دلوقتي بكلم حضراتكم فتعالا كده واحدة واحدة عشان ما طولش عليكم نرد على بعض الاتهامات اللي وجهت الينا وانا بقى جماعة بصراحة انا راجل واضح باجي كده في الوش على طول لا بخاف ماشي ولا بتهز طالما انا مغلطتش فحط عيني في عين اي حد ولا يهمني طالما انا وصلت من نفسي هحط عيني في عين اي حد بالادب وبالزوء وبالاحتراف ولا لما حاجة رد دلوقتي حرد على واحد واحد بالقسم بالقسم تعالا نمتدي بمين بالكابتن احمد حسان ميدو الكابتن احمد حسان ميدو اللي لمح اولقح علينا مبارح في برنامجه اللي لا 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 هو مش في قناة الزمالك كابتن احمد حسان ميدو ده برنامج في قناة عامة كل الاحترام للقناة لكن هو برنامج البعض بيتخيل ان الكابتن احمد حسان ميدو بيقدم برنامج في قناة الزمالك لا لكم المعلومة الكابتن احمد حسان ميدو بيقدم برنامج في قناة محايدة تلع من خلال برنامج مبرح وهاجبنا بشكل كبير قوي وهو من خلال كمان اعتقد حسابه على تويتر هاجبنا بشكل جامد جدا وواضح من غير ما يجيب اسمنا كبرنامج فهو هنا اختار انه ما يكونش واضح احنا بقى واضحين وبنقول بالاسباح احمد حسام ميدو انا عايز اسألك سؤال انت شغلتك على المدفع ايه شغلتك على المدفع ايه انا مش عارف اكلمك دلوقتي كايه كاعلامي ولا كمسؤول ولا كمتحدث رسمي باسم نادي الزمالي انا احترد فيه ازدواجية واضحة كبيرة اوي 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 وفيه تضارب مصالح لمتناهن اهو الكابتن احمد حسام ميدو هو اعلامي بقى له سنتين ثلاثة تقريبا في الشغلانة بس يعني والكابتن احمد حسام ميدو هو مسؤول في نادي الزمالك وصاحب قرار في نادي الزمالك والكل بيمشي وراه في نادي الزمالك قال لهم يمين يمين شمال شمال اكلمه كمسؤول ولا اكلمه كاعلامي وبالمناسبة قبل ما اكمل كلام يا جماعة وانا هنا رسالتي موجهها الجمهور نادي الزمالك المحترم انتم على رأسي من فوق واي كلمة انا هقولها فحقق اي حد بيمثل نادي الزمالك فهي ملهاش اي علاقة بجمهور نادي الزمالك العظيم المحترم اللي بيمثل كلام كبير جدا محترم عشان دي حاجة مهمة لازم نبتدي بيها وهوضحها لحضراتكم لكن لو انا هكلم الكابتن حسام ميدو لو شغلته على المدفع انه اعلامي وحسأله سؤال هو إلياس الدلاصي اللاعب الجمد قوي اللي موجود في المصري البورسعيدي الزمالك تفاوض معه ولا لا اللاعب نفسه اعلن على الهواء مباشرة في احدى البرامج انه كلمه الكابتن ميدحة عبدالهادي ولا لا وخلي بالك ده عقده ممتد مع المصري اللي حيخلص بعد ست شهور ولا حيخلص بعد السنة ولا اي حاجة تمام ده حصل ولا لا ما حصلش حصل وهنا دي بالتحديد على السؤال ده مش كاعلامي بقى لا ده كمسؤول الاول انت فين من الكلام ده وهالي ما تكلمش مع ناس كتير وهنا طبعا انتوا عارفين الكصة ايه الكصة المعلومة اللي احنا قلناها وحرد عليكم فيها دلوقتي وحاكد على حضراتكم حاجات مهمة قوي دلوقتي بس ركز معايا فالياس الجلاصي نفسه الزمالك فوضو وعده ممتد مع المصري والمصري الناس راحوا ننازلين بيان هل حد قال ان الزمالك او هل حد قدم شكوى في مسؤول الزمالك او في نادي الزمالك او في اي حاجة لا بالمناسبة يا جماعة هاي دي الشغلانة كلنا بنبتهد وفي ناس بتبقى موفقة والناس ممكن ما تكونش موفقة في مرة من المرات لكن ده اول سؤال طيب السؤال التاني كاعلامي واحنا كلنا كاعلاميين بالمسؤولين على الاخبار اللي احنا بنقولها واعتقد بيقولولي يعني ان ميده تقريبا تقريبا تسعين في المية من اخباره غلط يعني تقريبا انا والله ما بتفرج عليه خالص وانا كالي بقى ما ديش اي علاقة بيه على المستوى الشخصي عامة لكن في كل احوال في اخبار كتير جدا بتتقال من خلاله غلط بيخلي نص مصر راحت من هنا لهنا ونص مصر راحت من هنا لهنا ومن الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب كل ده بيحصل وكل ده بيتقاه ومش عايب فلان عايز يمشي من هنا وفلان عايز يمشي من هنا وكلام من ده وحعرض لكم دلوقتي بالدليل وبالفيديوهات عشان لما يجي حد يطلع يتكلم يبقى عارفوا ويقول ايه مع وضع في الاعتبار تركز معاي مع وضع في الاعتبار ان انا مش حاز على المين ميدو انا مش حاز على المين ميدو لسوا ببسيط قوي انا مدرك مدرك جدا ان التوقيت اللي قال في ميدو كلامه عنا والتويتر اللي نزلت من ميدو ليه علاقة بينا كان بالليل وانا عارف ان ميدو بالليل حاجة والصبح حاجة وانا واصك ان ميدو بيلوم نفسه الصبح النهاردة على التويتر واللي قاله على التلفزيون لما فاء الصبح لما فاء من نوم يا مسيحي وفاء كده من نومه فقال ايه ده لأ انا ازاي انا كتبت كده ما ينفعش لان مهنيا ما تقدرش تقول عليا حاجة مهنيا انا طبيعي بقوم بشغلي بقوم بعملي الاعلامي الا انا درسته باخد بالك فقادي اتكلمنا على ميدو سواء كاعلامي او كمسؤول لكن فيما يتعلق بخبر احمد فتوح انا اتكلمت مع حضراتكم وقلت ان احمد فتوح وقع للنادي الاهل وقلت ان احمد فتوح تقاضى مبلغ مالي من النادي الاهل حصل حصل وفي نفس الفيديو او في نفس الحلقة او في نفس الفقرة قلت ان يا جماعة رغم ان ده حصل تبقى للمعلومة اللي عندي اللي انا متأكد منها وارد جدا ان مسؤولي نادي الزمالك سأسألكم سؤال هل الاهل يطلع نفى؟ ها؟ لا طب هسألكم سؤال هل الاهل يطلع ينفي؟ انا بقولك لا ركز معي في الكلام انا بقولك لا ويا سيدي ليك علي لو طلع النادي الاهلي نفى وقال ان الكلام ده ما حصلش انا اول واحد هطلع اقول لحضراتكم يا جماعة انا ابتهدت وحاولت اقول معلومة جديدة للناس وما كنتش موافق عادي جدا بتحصل مفيش اي مشكلة خالص بس احنا الحمد لله من ساعة ما ابتدنا ببرنامج ده احنا اخبارنا صحيحة بنسبة طفوق التسعين في الماء ودي نسبة كبيرة جدا وبالورق الموثق وبالدليل وكل حاجة واعتقد انتم جرفتونا وفي يناير الجاي نقدر بقى نعرف هل فالطوح وقع للاهلي ولا لا حيبقى كل شيء حيبقى ليه اللي في يناير الجاي حيبقى نقص لفالطوح ايه بقيت الموسم اللي هو الموسم اللي جاي طيب لكن طول ما اللعب رافض ان يجدد لنادي الزمالك ورافض انه يتعامل مع الادارة الحالية فمعلومتنا هتفضل زي ما هي مع الوضع في الاعتبار المتغيرات والد جدا حدوسها ولك مواقف عديدة واحداث عديدة حصلت عندك شكبالة اسطورة نادي الزمالك وقع للاهلي ودخل الاهلي وصور فيديو جوه الاهلي بعد كده ايه خد عقوده لما الزمالك اقنعه ان يجي الزمالك حصل حصل الكابتن واقل ليه لابان واحد من الجوم نادي الزمالك وكان في عزه اوي 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 الاهلي وقع معاه وراح وخد فلوس وبعد كده لما اعتذر للنادي الاهلي الاهلي ده له فلوس وده له عقوده في ايده حصل حصل اعتقد بشري التابعة كيفان حصل مع نفس القصة دي اعتقد على ما اتذكر يعني حصل صح اه فكل ده وارد فالزمالك حقه انه يحاول يحافظ على العيد بتاعه واتمنى لهم التوفيق كل التوفيق وممكن ده يحصل جدا كل ده ممكن انه هو يحصل لكن في نفس الوقت حضل عند السؤال البس قاله مع حضراتكم هل الاهلي تلع نفه؟ ما نفاش هل الاهلي حينفي؟ مش حينفي لو نفه انا بقول له حضراتكم ولو بالمناسبة ولو تنصل احمد فتوح من توقيعه مع النادي الاهلي او رجع في كلامه مع النادي الاهلي احنا اول ناس هنطلع نقول له حضراتكم ان فتوح رجع في كلامه مع النادي الاهلي خلاص؟ وضعت احنا كده والله العظيم كده مشين كده ضغري في الوش على طول مفيش مشكلة تمام؟ لكن في نفس الوقت الناس بتقولك اصلا انت امير يا هشام واخد توجه ضد نادي الزمالك وبدليل كده ان انت بتقول ان احمد فتوح وعايز تهز استقرار فرقة الزمالك ها؟ وانه راح مضى في الاهلي اول انا جماعة بالمناسبة بس الشيء يسكر انا لو قلت ان احمد فتوح بيتعطى مخدرات ولا طعمت فيه بالعكس الناس لو راجعت كلامنا هتلاقي ان احنا قلنا افضل ظهير ايصر مصري احمد فتوح بالعكس احبشي باللعب جدا كنا اوائل الناس اللي دفعنا عن احمد فتوح لما مسؤولي نادي الزمالك هجموه هو عضل جمع وكنا من اوائل الناس اللي دفعنا معك على الكابتن الكبير احمد اللحم الرمز نادي الزمالك لما مسؤولي نادي الزمالك هجموه طب اديك الاكتر من كده هل حضرتك كمشاهد متخيل ان نادي الزمالك مش بيفاوض لعبة بالنادي الاهلي تبقى غلطان طب خد عندك بقى الزمالك ميت هو بيتفاوض وقعد مع نجم النادي الاهلي محمد شريق اهو انا بقولك هنا وهنا ده خبر دي معلومة والمعلومة دي انا متأكد منها مليون في المية وقعدوا مع الوكلة بتوع محمد شريق خلاص ما هو بيحصل ولو ميدو مايعرفش معلومة زي دي يبقى ده قصور عند ميدو مش مشكلتي لكن انا قضيتي ايه؟ قضيتي في الاكتهاد قضيتي في المهنة نفسها انا يا جماعة بحب الشغلانة دي ايه؟ انا بامتهنها ما عنديش اجندة واكبر دي